يعني هذا هو الحاصل الآن الطيارات المسيرة هي أكثر من الصواريخ أولاً والصواريخ البدائية هي أكثر من الطائرات النظامية وهذا يعني شنو اللي يفرق به العراق عن اليمن بالعكس يمكن اليمن عنده جهة واحدة موحدة الدافع عنه وجهات أخرى تهاجمة الآن في العراق ستين ألف مجموعة موجودة داخل العراق من تعرف من هي الجهة المسؤولة من يعرف من هي الجهة التي تدافع عن العراق من هي المسؤولة عن حماية أجواء العراق ما موجود هذا الشيء يعني أنت لا تستطيع أن العراق أصبح بحالة لا يمكن أن يقارن بأي دولة من الدول سوريا الآن فيها جيش يدافع عنها حتى اليمن عفواً حتى ليبيا هناك فصائل تدافع عن جهة وفصائل تدافع عن جهة العراق ما يكون في شمال العراق يقول لك نحن من يدافع ومن نحن من نتصرف وبالتالي لما تحدث الهجمات على كردستان العراق حكومة الأقليم تقول أين الحكومة المركزية وما يخلون جندي واحد يدخل إلى هناك إلى منطقة كردستان العراق يمنعه ولماذا لا تدافع الحكومة المركزية عن الأراضي العراقية بالجنوب كلها مناطق خارعة لنفوذ إيراني ولنفوذ دول مجاورة ومناطق أخرى تابعة لنفوذ دول بالخليج ومجاورة من ناحية الأخرى كيف تستطيع أن تقول أن هذا العراق سينتقل إلى أن يكون العراق أصلا هو في حال أسوأ من اليمن ومن كل الدول التي تعرضت لهذه الأسر